الجوزاء عايز ايه؟ الجوزاء عايز يتخانق. في حاجة واضح ان هو في حاجة عمزع عليه. عايز خناقة. هو مقبل على خناقة مع الشريك زعلان من حاجة معينة. حابب ينسحب. دي حلة انسحاب. حابب ينسحب. في ايه ايه مشكلة? حابب ينسحب. وحابب يفكر لوحده. مش مبسوط. الجوزاء واضح ان هو مش مبسوط في العلاقة دلوقتي. شايفش هيجك ازاي? شايفه يعني بيتعامل بقصوة شوية. مش بقصوة. هنقول بيتعامل بعملية. مفيش مشاعر. مفيش حملية. مفيش الحاجات دي بيتعمل بعقله بس. فيش سنة قصوة يعني. الشريكك مش بالاسوة اللي هو بيوريها دي. لا هو بيحبك ونفسه يدي لك حاجات عنده عطاء عايزة يقولك. يعني فيه محبة كتير جدا. يمكن مش بيعرف يزهرها لأسباب يعني. بس بس هو ده مش معنى ان هو ما بيحبكش يحبك وكل حاجة بس. في حاجة مش عارف يعبر. يمكن يكون مش عارف يعبر. نفسه حاجة يعني تموت ويحل محلها حاجة تانية. يعني. مثلا اسوته دي. فلنقض انها حقصة الاسوة دي فيه او اللي هو ما بيهتم مش كفاية او الحاجات دي كلها. نفسه يتغير. يعني ده تارد التغيير. ده ده معنى التغيير. نفسه يتغير عشانك. في يعني ساعده. شايفك ازاي شايفك بتبعد. بخب عدك ومشي. بتبعد عنه. مش مش ضروري ان انت تكون بتبعد يعني حرفيا. لا بتبعد حتى بعقلك. مش ما بقيتش. ما بقيتش موجود. ما بقيتش معين. الطاقة باما بينكم ايه. انا شايفا ده يعني دي هدية من ربنا. رزق من ربنا. يعني انتو بتشوفوا بعض ان انتو هدية من ربنا. ربنا هداكم بعض. حاجة حلوة جدا. العلاقة حلوة جدا. الطاقة فيها حلوة قوي قوي. ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي? دلوقتي يمكن المشكلة يمكن حتبتدي. الشكل المشكلة حتبتدي. الجوزة حيبتدي يتكلم. البرج احينهار. في حاجة بقى حتنهار. الحاجة الوحشة. الناحيار الحاجة الوحشة. الحاجة الوحشة اللي في العلاقة حتبتدي تنهار. وهيتس23 líكم ان العلاقة دي قوية جدا. ما بتتهدش ولا بتتمسح ولا بتتهد. الإمبراطور ده بنعم صلب وقوي جداً جداً ما فيش حاجة بتهزه هنفيدي ناخد بقى شوية قرارات بس واضح إن الشريك عندك عملي فعلاً بحت وبرضه هتكون فيها نسبة عملية لكن هتبتدي تاخدوا قرارات كويسة جداً بصالح العلاقة اللي عندهم مشاكل اللي القرية بتنطبق عليهم ما كيش انفصال مش هتبادوا عن بعض بل بالعكس إن شاء الله هتقربوا أكتر وحتعرفوا قد إيه العلاقة دي قوية وصعب إنها تتهدي فإن شاء الله كل حاجات تبقى كويسة جداً يا جوزاء لو أنت داخل على الخناقة دي وهتفيني تتكلم أو هتفيني تتكلمي طبعاً اتكلمي ويقولي كل اللي عندك بس حاولي إن الموضوع ما يفروضش قوي قولي الجواكي كويس أو يوصي الرسالة كويس بس من غير عنف علشان توصلوا في الآخر النتيجة كويسة دي نصحتي يعني في الموضوع وشريك الجوزاء يعني ياريت هو شوف شريكك محتاج إيه ولو أنت حتى ما بتعرفش تعمله بمية في المية مش شرط تعمله بمية في المية شريكك لو شاك إن أنت بتحاول هيرتاح الموضوع هيهدأ لغاية بس لما تعدل الأزمة دي أوكي خضرية خضرية طيب هقولك يا عيشة حاضر يا حبيبتي نحن خلص فاضل لنا المجموعة الثالثة وخلص بس يا أحمد يعني الموضوع ده ده خليه بقى نعمله لايب مخصوص موضوع إيه هو الطالع يعني هو باختصار هو أول أول أيام بعد الولادة ده بيبقى الطالع بتاع الشخص أول لما بيتولد الحالة بتاعة الكواكب وقتها بيبقى عمله زي ده باسمه الطالع آآ في أنهي بيت الشمس في أنهي بيت الحاجات دي كلها ده اسمه الطالع البورج بقى هو مجموعة النجوم نفسها آآ ده الفرق بينهم باختصار بس ممكن يعني في اللايف تانية وأشرح الموضوع بالتفصيل أكتر جوزاء في انفصال حاضر يا يويا حسحب للكارتة حاضر طب قم جد بعد اللايف مع ليش ننكلف الموضوع على الفيديوهات ده مع أني أنا فاكرة ننسي يعني استشارتك في الموضوع ده وقتها لي مفيش مشكلة حاضر يا أنا كوكو من عناي حاضر مش هانسى خليكي معايا وانا دلوقتي احنا نقرأ المجموعة الثالثة والأخيرة بورج الجوزاء وحنرد على طول طيب حاجبينيش خلص اللايف ونتكلم عن الفكاية دي المجموعة الثالثة والأخيرة بورج الجوزاء بتبكدي من عشرة لحد عشرين يونيوم ياسوما قولي حبيبتي ايه سؤالك؟ طيب انا باسحب كلمتي بناء على على امجد امجد مش انا صراحة بصك في رأيه جدا وبيقول لي اصحب كلمتي لأ مش مصرح لحد ياخد فيديو هاته فارجوك الواخب اللي عم يصحب باسمي بليز وقف اللي انت بتعمل بديو بتغتمي اللاي بنصاف الجوزاء وتعمل بديو حبيب نفسي طيب حبيبتي عشان من علي حاضر يعني عمدت او امجد صح تمام يا راسد طيب انا مش خلص لو انتو مجمعين على ده خلص مفيش مشكلة تعالي اقول لك يا وندرفول قوين بصت لعلي خبر حلو ده ده خبر حلو وبداية حلوة جدا ان شاء الله المقابلة حتكون كويسة جدا وحتبقى نتجتها حلوة بازني اللي حتبت تطمني وخلي املك في ربناك جيدة انا امتي وحاليا في شب بيشوف صوتي ممكن تطمنيين في زاوية ورايب معي الشرطي طب صوما انا رأيي بقاتبعتي برسالة احسن عشان اخد تفاصيل اكتر يعني انا مش عارفة صراحة اه يرد عليك لان انا عايزة برجه وعايزة اسمه عايزة معلومات حبيبة قلبي ان شاء الله يتيمة بازن الله العفو يا وندرفول قوين على ايه حاببتي بالتوفيق ان شاء الله طيب داخل انا اخد بقى المجموعة الثالثة والاخيرة لأ بصي بعطي رسالة هنا في يوتيوب اريد المعلومات كده كلها وهارد عليك حاضر يا واردة من علي خلص دلوقتي المجموعة الثالثة بسم الله اخيرا طلع في مجموعة تطور مادي الحمد لله الثالثة امممممممممممممم اوكي ولا مجموعة في التطور مادي كويس يا جوزاء. يعني لانه يعمل مشروع الفترة دي. ده وقت كويس جدا. الحمد لله ما فيش خسايا بالعكس في حالة تطور مادي. ان شاء الله المشروع يكون نجح ويعني مثمر ان شاء الله. آآ وكمان لو مش بتعمل حاجة فهو في حالة استقرار مادي. يعني الحمد لله ما فيش ازمات. والدنيا مشى كويس قوي قوي. وايه حالة امان. وايه رخاء الحمد لله من الحالة المادية. آآ في عندنا كمان ده اما ان هي اجازة. الجوزاء قرر ياخد اجازة. او هاي قرر ياخد اجازة يحتفل مجرد ايه واقفة كده شوية نريح من الشغل نريح من المسئوليات وناخد اجازة. وكمان ده فرح زي ما انتم شايفين دي ما رسموا فرح يعني فرح غيقي كمان. آآ فاللي على وشك ان هو هيتم جواز بازن اللي هيتم على خير وكل حاجة تبقى كويسة قوي. لا انا بيجي دي رسالة اجازة. آآ الجوزاء عنده كمان حالة فيه خناقة شغلة او مش هنقول حرب بمعنى حرب فيه شوية كده قلق وتوتر حواليه بس هو بيحاول يتماسك ومبين ان هو كويس جدا وآآ مش فرقة معه خاص وان هو منتصر مع ان هو اتقاذى شوية. او اتليست يعني مزاجه تعقر يعني على قل بس مبين ان هو تبقى زي ما انتم شايفين واقف في حرب وسلام غيمة وهو مازال مبتسم. فانت مبين آآ حاجة غير اللي جواك آآ من ناحية موقف معين كان بيأزيك. انا انا احيي ده صراحة مش ضده خالص. في بقى كارتل تحت بعض حلوين جدا جدا جدا. ده بقى. ده اللي تطلع في المجموعة الاولى. آآ طاقة ابداع خبر حلو في حاجة طاقة تخلى علينا ان شاء الله كويسة جدا جدا جدا. طاقة دي هتعملك هدف يا جوزاء. انت رايح لهدف بسرعة شديدة جدا ومش هتقف غير لما توصل بها. شايفين عمل ازاي? راكب الحسن وبيجيب بسرعة جدا جدا. رايح لهدف. بالدفاع. رايح بالدفاع كمان شديد جدا. ونجاح. بازن الله نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتكملها على اكمل وقت. يعني انت بتعمل مشروع. او لو عندك اي حاجة مسلا حاجة في شغلك بتعملها. خلاص. خلاص. هتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. في بقى حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس. انت خايف من حاجة في حاجة مقلقك شوية او مكتفك. مش عارك تاخد خطوة. دي حالة اه ثبات. ثابت ومستني. متراقب. اوكي? حاجة تخص وراء يمكن. ده ده حاجة ليه علاقة باوراق حكومية. حاجة بتعمل وراء حكومي. ممكن يكون قارد. ممكن يكون قضية. ممكن يكون حاجة من من ده يعني. او انه انت. حتسيء الحكم على شخص. اه لو انت في حال التوتر دلوقتي يا جوزاء. وعندك شوية صراعات بتدور حواليك. بليز ما تطلقش احكام في الفترة دي. استنى لغاية لما الدنيا تبقى اه يعني هدية. وهي هتهدى خلاص. دخل عليك طاقة امر. طاقة هدوء وسلام. وطاقة اه تأمل. وحاجة كويسة جدا. هدية جدا. وحلوة قوي قوي قوي. استنى وما تطلقش احكام دلوقتي. اه لو موضوع فيه ورق حكومي. وانت مستني ورق وقدان منه وخايف. ان شاء الله ما تخافش شكل الموضوع خير بازن الله. هتطلع بنتيجة كويسة جدا. اه فيه هنا كمان قلت لكم كارت القوة ده اه معناه قلة القوة. انت محتاج اه تواجه حاجة معينة يا اه جوزاء. واجهها من غير عنف ولا حاجة. لا انت هتواجهها بالديبلوماسية. اه المهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول اللي جواك بس مش بعنف. القرية برضو حلوة قوي قوي. هلخصها بسرعة. فيه تطور مادي ان شاء الله. اللي داخل مشاريع بو اهد. اه ان شاء الله الجنيه كويسة جدا. انا هم حالك استقرار مادي الحمد لله. فيها احتفال بفرح. او فيه اجازة هتطلعها انت وعيلتك. او الناس المقاربين بالنسبالك. فيه شوية ضغوطات بس انت بتواجهها بسبات اه وبتبين ان انت يعني مش متأثر كمانا بس انت تأثرت شوية. اه فيه طاقة اه خبر حلو. فيه حاجة حلوة جدا جاية لك طاقة ابداع. هتنور لك اللمبة وحتشوف هدف وهتروح له بسرعة جديدة جدا. بازن الله فيه نجاح اجتمال دائرة. اه فيه هنا اه زي حالة جمود او سبات حاجة سبتة مش بتتحرك. اه ده لانك انت خايف شوية عندك مخاوف. اه فيه هنا اما انه انت هتظلم حد او هتطلق حكم مش سليم على حد. او انه فيه ورق حكومي او حاجة تخص الحكومة يعني ان شاء الله بتتم الفترة دي. اه في حالة ان شاء الله هدوء وسلام والتزام داخل عليها برج الجوزاء الفترة دي. بس برضو الكارت ده نسيت اقول لكم بحذر من العقرب اللي طالع ورده اللي هو انت قاعد في امان الله ومسالمه في حالك وما فيش اي حاجة. بس حد متراقب لك يا جوزاء انتبه وما تديش سرح في حد. الا المناسب انت تستصق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده اقدر من مرة. واجه يا جوزاء الحاجة اللي انت محتاج تواجهها بس واجهها الدب نوماسية على قد ما ده. ادي اراية التالتة لمجموعة التالتة الاراية العامة بتاعتها الحمد الله حلوة جدا برضو. طيب دي مش لازم مرسي عايشة. مش لازم تقول لي المجموعات مجرد البرج كفاية. مش لازم تقول لي المجموعة. احنا خلاص فضل لنا دلوقتي الحاجة العاطفية المجموعة التالتة وهنتليه نسحب كروت خلاص. ده سؤال يا يتيمة. بشكرك جدا يا موندرفل كوين على الفيد باك الجميل ده. مسيح حلوتي قوي. العفو يا ساتيم. العفو حلوتي. انا عمل من المشروع خاص من الحمد ايه نعمل بخير لكن ماشي ببطء شوية شغالك في برنامج رياضي الحمد لله ماشي تمامي فيه. لكن في طبقات سلبية حوالي اعمل فيها ايه. بشوف انا عقراتك الان. طيب بص يا احمد بالنسبة للحاجات اللي واقفة. انا بشوف ان الدعاء طبعا هو احسن حاجة في الموضوع ده. اللي شايف ان الدنيا عنده عصدانة ووقفة ما يضطلش دعاء اه ادعية تلسير الامور كتيرة. ادعي ربنا انه هو يسر. اه حصم طبعا من الحسد ومن الحاجات دي اقرا حاجات دايما حاول ما تقولش الحاجات دي كتير للناس. انا عارف ان احنا بنبقى ناكحين وعايزين نوري الناس نجحنا وقدي ايه احنا عملنا انجازات حلوة. لكن للاسف الموضوع ده ممكن يجي عكسنا. ان تتحسن طبيعيا يعني ممكن تقول لحد هو مش عارف يعني كان لفسه مثلا يعمل انت بتعمله ده ومعارفش. فغاصب عنه ويحسدك فيام قصدي حاول ما تقولش كتير يعني ويسأل الدنيا عملي الحمد لله الدنيا تمام. بس بلاش تتكلم كتير علشان بس الموضوع ما يجيب لكش توقيت حسد.